موسيقى السلام عليكم أيها الإخوة الأحباب ورحمة الله تعالى وبركاته إلى هذا اللقاء الكريم المتجدد والدقيقتين أو تزيد مع آية القرآن الكريم حقيقة استوقفني أيضا في قصة سيدنا يوسف مسارعة سيدنا يوسف عليه السلام بتأويل الرؤية وليس فقط تأويل الرؤية وإنما بإعطاء حل ومشورة اقتصادية استراتيجية زين يا يوسف عليك السلام مهدولة الذاك وسجنوك مظلوما لم تأتي بجنحة ولا بجريمة ولا بشي مخل شون تساعدهم وكفار لا دين ولا إسلام ولا توحيد لا 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 هذه توجيهة إلهية جاءت عن طريق سيدنا يوسف عليه السلام المسلم في كل مجتمع وفي كل مكان قلبه منفتح إلى البشرية لا يدخر جهدا في معونة البشرية في اختصاصه في كرمه في فكره في عونه في ماله في قوته في جاهه وسلطانه يساعد الناس ولا يسأل عن دينهم إنسان واقع بورطة تعرف السوالهم عملية اقتصادية عظيمة وفكرة استراتيجية اقتصادية كبيرة جدا أنقذهم من مجاعة سبع سنوات لأن السبع الأولى مطر كثير وخير من الله لكن قال المدير باركم لا تسرفون لا تسرفون ما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلنا ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصن هذا هو موقف المسلم في كل مكان وفي كل زمن لا يدخر وسعا في إعطاء الخير للآخرين مهما كان هؤلاء الآخرون فلنقتدي بأنبياء الله عليهم السلام والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة